المترجم للقناة 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 إنه هو مطلوب منه إنه يتنبأ بما أصابها من تعب لا لازم يكون فيه حوار حتى لو الإنسان مش قادر يتكلم دولتي يقولي أنا بعد شوية ههدى وأتكلم هفكر وأتكلم هلتب أفكاري وأتكلم لكن الصمت التام أو الصرصرة والرغي الكتير زيادة عن النزوم يقتل الحوار فلازم يكون عندنا فرصة للاستماع وفرصة للنقاش والتعبير عن ما فيه داخلنا بطريقة لائقة من أسباب فشل الحوار أيضا الحاح الشديد لدرجة أن يتعب الطرف الآخر خاصة لو كان عصابه متعبة أو مرهق أو شيء وبيعمل نوع من الضغط النفسي أو العاطفي علشان نحصل على شيء أو نحصل على نتيجة معينة فيه مسألة حلوة أو في الكنيسة أنه نعرفه كلنا في كتاب مقدس في سفر القضاء لما دليل قعدت تلح على شمشون لحد ما يعني انهار تماما وقال لها على السر اللي ربنا كان مدهوله سبب قوته والنزر أنه ما يقص الشعره فسقط فيه مشاكل كلنا عارفينها انتهت بنيحته أيضا من أسباب فشل الحوار بين الزوجين إفشاء الأسرار لازم كل بيت يكون لي نوع من الأسوار العالية تحفظ الأسرار بتاعته إذا كان فيه طرف من الثاني بياخد الأسرار دي وينقلها لطرف آخر بعيد عن حدود الأسرة لأنه ممكن طرف من الزوجة تزعى لو الزوج أفشأ أسرار البيت لأصحابه أو لأهله أو لإخواته أو العكس صحيح مهم جدا أن البيت يحتفظ بداخلياته وبخصوصياته ولا تنتقل إذا إلى الآخرين من أسباب فشل الحوار السخرية أحد الأطراف يصخر من الآخر أو يقلل من قمته أو يقلل من فكره أو يقلل من قدرته على الحوار والتفاهم أيضا من أسباب فشل الحوار التأجيل الطويل طيب أنا بعدين طيب بعدين مش دلوقتي مش وقت يحصل نوع من الضغط النفسي ويحصل موع من الثورة اللي ممكن تعمل مشكلة لابد أن كل طرف يكون مستعد يتقبل الحوار من الآخر ما كانش النهاردة ببكره بعده بالكتير لكن التأجيل الطويل بيكبت أفكار الآخر ويسبب ضغط النفس عليه أيضا من أحد أصعب الأمور اللي بتسبب فشل الحوار اختيار الوقت غير المناسب الزوجة تستنى زوجها أول ما يرجع من عمله أو من خروج بعد دقيقة واحدة تبدأ تناقش أفكار مشاكل كبيرة ممكن تأجيلها فمهم جدا أو العكس صحيح مهم جدا أن كل طرف يفكر إيه هو الوقت المناسب مع الطرف الآخر عشان يكون الحوار هادي يكون الحوار مفيد يكون الحوار مقبول يكون الحوار يقودنا إلى اتفاق ويقودنا إلى أفكار مشتركة ونفسيات مستريحة ويكون فينا الحوار ده سبب من أسباب نجاح الأسرة فلنتجنب أسباب فشل الحوار لأنها تؤدي أحيانا إلى كوارث في الأسرة وللهنا المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر